ولذلك في مذكراته قال أنه يعني أسوأ شيء أنا تخوفت منه ورعبني أنه أجد مجندة إسرائيلية بتهين جندي مصري وقال أنه الرد هيكون قريب مشبهي ولذلك لما عدنا بناء الجيش المصري وأنا هقولك بقى مفاجأة فيما حاضر جلسات مجلس الوزراء وده لم ينشى أربعة عبد الناصر بيقول ولادنا بدأوا ميلعبهم هناك في خط أربر ليف هو آفيل هي القواعد الحصينة أو النقاط الحصينة لكن هما بيدخلهم بين النقاط الحصينة بيصطادوا أسرى ويغضوهم ويعوموا بيهم وبيلعبوا هناك يعني التعبير اللي قاله عبد الناصر حتى في مصر عملت حمليات خلف خطوط العدو كتير كتير قوي يعني إذا جازت اتخدام التعبير ده لم يعود يبقى إلا النقاط الحصينة لكي تضرب في 73 ولذلك إحنا لما عبرنا في 73 الحقيقة كان الرغبة في استرداد الكرامة الرغبة في الانتقام ويمكن حتى كنت قاعد عمل بتكلم أنا وأمي من بقالنا ثلاثة أيام بنتكلم في القصة دي بالتحديد إنه هو إزاي جيش عارف يبني نفسه في خمس سنين وده صعب وفي دولة مفيش فلوس طيب ويبني روحه القتالية من أول وجديد ويستعيدها وروحه الوطنية متأكدين أنها دائما حضرة وهو الثابة بس السلاح اللي عنده بعافية قوي إزاي الجيش ده جاب الجيش اللي كان بيعتبر نفسه جايب الديب من ديله وعنده من العدد والتكنولوجيا عتادا وسلاحا يفقنا بمراحل العالم بيدعمه مش بس الأمريكان وإحنا بنشتغل بسلاح من زمان وتعبان طورنا واستخدري حقيقي أنا مش فاهم ده والله مهزار الإبحث عن جينات الشخصية المصرية بس ده ده كفاية ما هذا كده جين الفائق جين التحدي إذا كان ما نحن بيجي نخايف هو نفسه خايف وقال لك النصر الذي خطفناه بسرعة ده مش هيحل مشكلة الأمن أمن إسرائيل وبالتالي نظرية الأمن اللي بنيت على خطف هذا النصر في المؤامرة كان قادة إسرائيل نفسهم خايفين منها وعارفين الانتقام قادم ابحث عن جين الكرامة العقيدة اللي في الجندي المصري واللي في الشعب المصري إحنا شعبنا تعرض لاستعمار كتير لكن ما بيسيبش البلد دي خالص ما حصلش إن إحنا هجرنا وسبناها لا ده إحنا أثرنا في الناس اللي جات تمام دول كتيرة لما يعتدى عليها بتسيب بلدها وتمشي إحنا لا الأرض كالعرض وبالتالي زرة رمل واحدة بشو ممكن نفردس عشان كده ولا نتفرنس ولا نتأنجل زمي أي حالة لا 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 معدى هاضمة للثقافات بتستطيع إنها تستقبل القادم وحتى القانون التاريخي المشهور ده المهزوم مولع بتقريد المنتصر أي وممكن نقلد لكن ندخله جوه المعدى دي ونطلعه بالشخصية المصرية فشخصية قادرة على الصبر حتى نعرف